وللحديث عن تتويج الهلال بدوري أبطال ياسيا نتجه مباشرة إلى سايتما اليابانية معنا من هناك مرسلنا نايف الثقيل نايف صباح الخير كيف هي أموركم كيف هي سايتما بعد التتويج كيف عاشت البعث الهلالية بعد هذا الانتصار المهم والكبير الذي يعني أنهوه برفع الكأس أهلا عبد الله طبعا كان هناك أكثر من احتفال اليوم كان هناك احتفال داخل أرضية الملعب وهذا يعني نقلته الشاشات كان أيضا هناك احتفالات في غرفة الملابس للعبين وقد تكون حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة باللعبين نقلت ذلك الجميل في الامور عبد الله أن الهلاليين اليوم حتى في الفندق عند وصول الحافلة وحنا يعني كنا خلف الحافلة نسير شاهدنا يعني تواجد وتنظيم جميل من الجماهير الهلالية كان هناك حاجز أمني ومثل المسيرة عبد الله كانت الجماهير التي تنتظر نزول اللاعبين من الحافلة تأخروا اللاعبين قليلا بالنزول كان مثال استغراب ولكن يعني قد تكون الطيقة النزول يعني كشفت لنا سبب تأخرهم نزلوا اللاعبين بسماعة كبيرة وكانت هناك أغنية تم تشغيل أغنية خاصة ونزلوا اللاعبين يفقصون من الحافلة استقبلتهم الجماهير الهلالي بالتصفيق والتشجيع ثم بعد ذلك انتقلوا إلى غرفهم وأيضا قد يعني تعرض العهربية بعد قليل لقاطات خاصة لتواجدها كقناة وحيدة في الدور الخاص باللاعبين أيضا استمفت الاحتفالات بعد ذلك اتجهوا اللاعبين إلى غرفة الطعام تناولوا وجبة الطعام واحتفلوا أيضا بوجود أعضاء شرف الهلال الذين عبد الله رغم وجودهم منذ يومين في اليابان أو في توكيو لم يفضلوا أن يتواجدوا في معسكر الهلال سواء في التدريبات أو الفندق أرادوا أن يتوكل لللاعبين خصوصية أكثر وعدم تحميلهم ضغط أكبر ولكن بعد الفوز تواجدوا عبد الله ثم بعدها ذهب اللاعبون إلى جولة حفا قبل أن يغادروا بعد قليل إلى فياض عبد الله تغير الهلاليون هذا يعني وصف كامل عبد الله نعم يعني تغير الهلاليون تماما من 2017 وحتى 2019 ردة الفعل تماما مختلفة حتى العمل كان مختلفا ردة فعل الجماهير أيضا كانت مختلفة الفرق بين 2017 و2019 كيف تصفوا لنا نايف عبد الله نفجة بعد أكثر الفرق من 2017 وليوم 2019 عشنا كنا معهم في عبد الله في تجربتهم التجربتين السابقة وأخيرا يا نايف فاز فريق سعودي وأخيرا فاز فريق سعودي وأنت معك أخيرا الحمد لله من 2009 يا عبد الله عشر سنوات وأخيرا صدق طبعا وأخيرا يا عبد الله طبعا عبد الله يعني أن تشاهد شعار نادي سعودي في منتصف الملعب والمنظمين يقومون بتجهيز منصة التتويج العلم السعودي يتواجد تشاهد لاعبين سعوديين يحتفلون يعني عبد الله عشر سنوات ونحن نشاهد اللاعبين السعوديين يتبادلون المواساة بين بعضهم بخساوة البطولة لكن اليوم شاهدنا منظر مختلف عبد الله يعني هل غادرت البعثة متى ستغادر يعني نريد إجابة مختصرة لو سمحت عبد الله عبد الله هي طائمة خاصة حسب المتاح في مطار ناريتا ستقلع الطائمة ولكن هي في هذه الأوقات يعني عبد الله بحسب ما بلغونا في دارة الهلال جيد نايف الثقيل مراسل العربية إلى اليابان شكرا جزيلا لك على كل هذه التغطيات التي قدمتها أنت وفريق العمل معك الزميل السعود العلي وإن شاء الله أني ما نسيت أحد شكرا جزيلا لك يعني كنت في الموقف كما هو أنت دائما شكرا جزيلا شكرا يا عبد الله شكرا لك